لسانه متر يطلع مؤتمر صحفي كل يوم في الخرطوب. بلقنا الكازان. فككنا الكازان. الكلام دا ما قلته هنا لجنو. الكلام دا الان الناس زي حكومتهم دي هم دايرين شنو. هم الان ما بيتكلم عن حل الحكومة. ما بيتكلم عن دي. هم بيتكلم عن ضمانات. وحتى الضمانات ما شو قالوا والله حتى اللجنة دي الحقوة للبحث بتاعت البندة السادس دي. يا اخنا احنا قاعدين وين يا خالة. يا خالنا دي بلد. انت تاكل قروش البلد. والان عشان ما يحزبوك. عشان ما يلحقوه قضايا لان جبريل بلحفة قضايا. ما هي الازمة دي الان الازمة دي ما بطلة من الازمة دي. ما جبريل. ما دا وزير المالية. انت صادرت قروش صحي تمشي هنا قروش تمشي وزارة المالية. شغال ثلاثة سنة صادر تورد لوزارة الترمالية سبعة سبعين مليون. ثلاثة سنة. ودي صالح بيخشمه قال نحنا عندنا ايراد تدور في اليوم مليون دولار. دا كلام ودي صالح. في مؤتمرات الصحفية قال ايراداتنا لاستلمنا من المؤتمر وطني تدور في اليوم مليون دولار. ثلاثة سنة دي كان مليون دولار. تجي تورد لك سبعة سبعين مليون ديني السوداني. دي المعركة الحقيقية الان. معركة الفساد. ولانه كلهم اكلوا فيها. ببساطة كلهم اكلوا. حمدوك اكل فيها. برهان زاتوا اكل فيها. كل القاعدين دي الان بالنسبة ليه كلهم فاسدين. كلهم اكلوا قروش لجنة زالة التمكين. نما مالقوا المخرج. ولانه الشارع بيطالب بيزقاطهم. نحن نشوفه المعادلة انا قدتها قبل كده. مؤسسة العسكرية دي ما بتتعامل معاك المؤسسة المدنية. يجب تحييد المؤسسة العسكرية من الفعل السياسي. يجب ان تعود المؤسسة العسكرية على الاشراف فقط. لكن ما بيكلام ابراهيم الشيخ ده. هو من يقول شوفه بديل معناته اعماله انقلاب? انت بتقوله في الاعلام? في التلفزيون? انت عند خلايا داخل الجيش ده لتعمل بها انقلاب? الزلطة ما لما سأله قال لا في القضاء? انت عملت اجنو في القضاء? قال نحن القضاء قصدنا كده نغيب مجلة. نادي النيابة ونادي القضاء العام لحد ما ننظف القضاء من الكيزان. طيب سؤال. سؤال انا بسألك. انت اقلت القضاء? اقلت كل الناس اللي عندهم علاقة بالقضاء في النيابات كان قضاء? سؤال عينت بدلوا الناس سؤال عينتهم كيف? ده السؤال. انت امس لما نجيت قلت ان احنا دارين نطائر طبعا ديك المتحقوا الريد بها باطل. القصة ليست كيزان? والقصة ما قصة انه وكلان النيابة كيزان ولا القضاء كيزان. نسبة الكيزان فيهم كم? انت مشيت اقلت القضاء? اقلت وكلان النيابة? عملت تطهير? تطهير? عملت مجزرة في القضاء? لكن السؤال الجوهري. الناس اللي تعينتهم ديل مينو? مينو? يوم واحد فيكن زول سمع انه في وكل النيابة يتعين في البورد? يوم واحد فيكن زول سمع في قاضي تم تعينه لانه نزل اعلام في الصحافة? في زول فيكن يوم واحد شاف لجنة بتاعة قضاء? لجنة قضائية قعدة عينة القضاء? انا بسأل السؤال ده. كده ورونه? عشان ما نكون ظلمناهم. عشان ما نكون ظلمنا النازل. عشان نعرف انت عينتهم كيف? انت عملت تمكين داخل المؤسسة قضايا. ليه? لانك داير. عشان بعدينك تجي تجيب الاشراف القضايا على الانتخابات عبر ناسك انت. زي وكل النيابة بتاع ولاية الخرطوم ده? القاعد يجدد للناس الاعتقالات محمد سليمان ده. وما بعرف دلدوم ومنه دي المناسك. دياته حقلية دي. انت تجي تتكلم عن ثورة? ثورة تقوم. الشباب السودانيين الهسي ام يصطلعوا في الشوارع ديال. ما من حقهم يتعينوا في سلك القضايا? ما من حقهم يكونوا وكلة نيابة? ما من حقهم يتعينوا في البترول? ما من حقهم يتعينوا في الكهرباء? ما من حقهم انو وظائف الدولة دي تشملهم من حقهم ولا ما من حقهم? انت ابعدت ابناء الثورة? ابعدت الناس اللي اوصلت لمقاعد الثورة? مشيت عملت تمكين اكتر من سبعة الف وظيفة في الدولة السودانية? انت ما طرحتها للمنافسة العامة ديبت لها ناسك. بنفس الفهم. انت الليلة ده تناشد المؤسسة العسكرية. معناته انت عندك جيوب داخل المؤسسة العسكرية. والانجلاب الحسن الفاتحة دي عملتهนيا. الانجلاب الاتهمت بها باكراوي دا عملته انتو. ولذلك لاران. لاران. لا تنجرcomp لانه نحن دارين نعرف العمل الانجلاب منه. اذا عملوا الجيد وارونا. اذا عملوا مؤتمر وطني وارونا. اذا عملوا الكزانو وارونا. لكن ما الكزانو عملو انت لما تطلع الليلة تقول الكلام ده لانه انت ابراهيم الشيخ دار يكتع الطريق على حل الحكومة. هو دار يعمل كده. دار يكتع الطريق على اليميني وجبريل. ودي الشركاء اصيلين في داخل الدولة. دار يقول للمؤسسة العسكرية. ناسك يعني. انت لسه عندك نسابة داخل مؤسسة عسكرية. لسه عندك نسابة عندك نسيب اخر غير البرهان داخل مؤسسة عسكرية. انت عندك ناس لسه عشمان داخل مؤسسة عسكرية. انت تقدر تعمل انقلاب على البرهان. يجب. الان يجب الان. الان لو البلد ادي فيها سلطات قضاية زول لا مشو يحتغلوك. انت اذا ما احتغلت ابراهيم الشيخ ما تحاسب الناس العامل ومحاولات انقلابية قبل كده. على الاقل دي لك ابناء المؤسسة العسكرية واجبنا الوطني واجبنا الوطني والاخلاقي. ممكن يشفع لهم. يقول والله ان احنا جينا لجينا الحكومة دي ما شغالة شفنا انه. لكن انت زول ملكي. اللي بخلت تقول للمؤسسة عسكرية تجيب بديل لبرهان شنو. دي دعوة للانجلاب. انت ما جبتها بصورة واضحة. انت غلفت الدعوة. اطلعوا انقلبوا عن المسار ده. اطلعوا ما تخلوا تجي حكومة مدنية. ده كلامك انت. يجب الان انا بقول الان لشرفاء الابناء القوات المسلحة السودانية. اذا برهان ده. هو برهان ده ما رمه. وجابه ذاته لانه رمه. زول دم مباري. لكن يجب. على الشرفاء الان. القاعدين في الجيش دل. امشوا احتقلوا الزولة. شوفوا كلامه ده ده يا رباشنو. انت بدل تقدم استغالتك لان ما تقدم استغالتك. انت فاشل عبر. انت واحد من الناس ابراه ما تشاهد. انت رجل فاشل. لا بتفهم في صناعة. لا بتفهم في الاختصاط. لا بتفهم في اي حاجة. وده دليل انه قروشك دي زاته قروشك اللي انت هسين احنا دعين ناس على تجيب تعملون دي. دليل انك انت رجل الفاشل. وزير صناعة? وزير صناعة علاقته شنو انت تكخدم الجيش? انت من ذاتك. ما فيه تراتيب. فيه حاجة يسمى المجلس الاعلى والحرية والتغيير. ده البحديد مش بحديد زول واحد. انتو ما بتعرفوا المؤسسية. لا بتعرفوا السياسة ولا اشتغلتوا سياسة. البحديد انه برهام ما صالح منه. مش انت كمؤتمر سوداني. ما انت. انت جزء من مكون جامع. المكون ده هو اللي بيقعد. اللي بيقدم الرؤية. لكن من تطلع انت انا بذكرك. انا بذكري انك اتمنو? اتمنو? ما انت? ما انت? اتن وردت البلد دي. جاي قلت. نحن وثقنا في برهان وبرهان فضل 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 فضل. يلا انا امشي معك خطوة لي خطوة. مش برهان فضل الاحتسام. الليلة المساء امشي اعمل مؤتمر صحفي. جيب لجنة تجرير فضل الاحتسام. وقل برهان فضل الاحتسام. بكلام بتاع قضاء. انت تعال ما تسوق الناس بالخلق. ما تطلع مؤتمر صحفي تستعطف الناس. نحن وثقنا في البرهان وبرهان فضل الاحتسام برهان ما فضل الاحتسام. انت الفضلت الاحتسام. بدليل انك انت الكوانت اللجنة. بدليل انه نبي الاديب انت المسؤول منه. بدليل انك انت جابت على المشروع حتى عمد رمان قالت انت عملت على اخفاء جريمة فضل الاحتسام خليت الجسس تتحلل انت يا ابراهيم الشيخ لما الجسس كان بتتحلل في التلاجات اذا افترضنا جدل ان دي جسس فضل الاحتسام انت كنت وين انت يا اخي لما الكهرباء قطعت في بيتك رسلت ولدك لما الكهرباء قطعت في بيتك لانه ساعتك عندك جنوناتر في البيت رسلت ولدك جاب له تانكر بتاع وقود تانكر بتاع وقود ضبطه في بحري يمكن تانكر بتاع وقود عشان قدت اولادك دارين يزاكروا وما في كهرباء جبت لون تانكر بتاع وقود بالله بالله يا ابراهيم الشيخ ما تستحي من الله الخلقة جاي تتكلم عن 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 شهداء فضل الاحتسام انت وكيد اولادك كانوا ما لقين كهرباء كنت بيتجيب لون تانكر بتاعجاز ليه ساعتك ما تبراح تبين تانكر بتاعجاز للتلاجات دي ليه سؤال ليه ليه ما شجبت لك تانكر بتاعجاز ليه ما جبت مولدات حفظت الجسس لانك دار تضيع الجسس جاي تقول لي برهان فضل الاحتسام برهان ما فضل الاحتسام ده كلام بتاع استهلاك سياسي ساكت اطلع اطلع في مؤتمر صحفي هس الليل انا اتحدى هس اس سيبت حدان يوم اطلع في مؤتمر صحفي الليلة بما عندك من ادلة قولينا برهان ده فضل الاحتسام قولينا برهان كتل الناس قدام القيادة ما ماتجا كلام مرسل ساكت انت الليلة تبحث عن ضمانة. وما في ضمانة نحن ذاين نقولها. مش انت قلتو الشعب. انت ما عندك شارع. ما في تاني شارع بيقف معاكم. الشارع السوداني والسوار والتحية لكل السوار ولا كل ولا كل الشعب السوداني. الخزلكم مبارح ما طلع معاكم الشارع. ولا ما انطلع طلعت تحت شعاراته. تاني ما تسوق الناس بالخلص هكذا. انت كتلت الناس والليلة جايين دارين تهربوا الحكومة تتحلوا وانت تمشي السجن. ويحاكموك بتهمة الانقلاب. ويحاكموك بتهمة التحريط. ويحاكموك انت جبت برهان. اتذكروا بس المشهد ده. انا دار الناس اتذكروا المشهد ده. اتذكروا المشهد بتاع برهان قدام القيادة معه ابراهيم الشيخ. اتذكروا المشهد ده كويس. ما هو ده المشهد القلب السورة دي رأسا على عقب. ما هو ده المشهد الخل برهان يتسيد المشهد السياسي. وهذا الارعن. هذا الارعن. اتا مالك اليوم اندي ما لاقي جيل. هو شكله ابراهيم الشيخ تريق قفلو الشارع هناك ما لاقي جيل يمسح شعره ده. شعرك الشين ده. انا ما بعرف او زاتي بحب ما بعرف مشكلته شنو. يمكن ما لاقي جيل. يا ترك رسل لعمك ده. رسل له كرتون بتاع الجيل. خليه شيله معه و هو ماشي كوبر. اسمع كلامي ده. انت ماشي كوبر ولا دبك خلي 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 ترك رسل لك كرتون بتاع الجيل نعم بها شعرك ده. انت ما جيد قعدت في الموقع لانك انت عميل. انت ما عميل. انت ما عميل لمخابرات اماراتية وعميل لجهاز ام. انتوا معهم لا يتقل لكم قعدت في معقق واندوا لانكم بشر. قعدتوا اكلتوا البلد نهبتوا البلد الليلة جاين. حصانة? ادونا حصانة? يدوك حصانة من شنو? يدوك انت حصانة ما يدو البشر حصانة. انتوا ذكلوا عن محاربة فساد بتاع كيزان? و جاين تطلبوا حصانة? الليلة ضاقتينا علي حمدك. لانو حمدك فاسد. ما حمدك اكل معهم وقروش. ما هي دي المشكلة هنا. الان بيهجدوا في حمدك. تحلوا الحكومة دي. احنا نطلع عن ملفات. طلع عن ملفات. قال انكم فاسدين? فاسدين انتوا. انتوا فساد كنا بس خلوا ساكد. الليلة زول بيجي بابتزة الشعب. زول فاشل. زي خالي السيليك? ومن قالوا لا ما سامي انا. انا ما سامي. يتوا تكذبوا لامتين. شوفوا انا. اناشا نختم كلامي. الحكومة دي ستحل. تحل تحل تحل. وتمشوا لمزبلة التاريخ. وتمشوا السجون. وتتحاسبوا على اي قريش اكلتو. والله لو برهان قدكم حساني. لو الU-N قدتكم حسانة. لو القوات بتعتقلم المتحدة الجهة تحت البندة السادس قدتكم حسانية. والله ما نخليكن. ان انا احنا ماذا يكون? عشان نكلمكم. انتوا لا قدرتوا استعدتم مال? لا قدرتوا حاسبت لكم كوس? ولا قدرتوا حاسبت لكم مؤتمر وطني? ولا قدرتوا حاسبت لكم القطة السمن? دي مشكلتكون انتو. لكن احنا حقا والله ما نخليه. والله اي يجريش اكلتهم طريش كلهم. ونجيبوا لكم بالادلة. فلان ابن فلان. يا اخي الزول الف الاعتصاب. القليك جابوا الزول ما بعرف شنو اكلوا قروشه والتاني. عمك اللي بتكلم عن واحد واربعين واحد وسبعين عربية بتاعت منظمة الدعوة الاسلامية شلتوها. ده ده قيدهم من فائد. ده ولا شي. الفساد حقكم ده ولا شي. قروش الشحب دي ولا شي. الدعم الو3000 يعاو المتوار الوطني الوقود والصحة والتعليم. ده ده كلهم اكلتهم. ده كلهم انجيبوا لكم.¨. ده كلهم موجود. ومثبت عيننا بالادلى والازباط والله برهان يديكن حسانا وانا خليكم. الجيش يديكن حسانا وانا خليكم. والله يجي بأي دين زاتوا يقول أداكن حسانا وانا خليكم. ده حق الشعب السوداني. حق الشعب السوداني يجيب ان يعود للشعب السوداني. حكومتكم د present حل وحمدوك ذاته يمشي نحن ذاته تكتر وتبطل للمغرب والله نقول حمدوك يمشي على الأقل الآن في حديث بيقول يا أخي خلوا حمدوك ده يقعد رغم أنه أنا قلتها أي حكومة يرأس حمدوك أنا ضدها لكن قلنا العافية درجات ناس حرامية فسدوا في البلد استوظفوا في البلد جابوا أقاربهم أفسدوا في البلد الليلة جاءت اللحظة التاريخية ما داني استغيلوا ليه ما داني تستغيلوا ليه أنا سودان ده حق أبوك إنتو سودان ده مسجل باسم خالد سلك وجمال الوالي ومسجل باسم أبراهيم الشيخ ومسجل با بالبرجواء السودان ده حق أبوك أيتو داني تكترون أعزاة حشان شنو وده السؤال داني تكترون حشان شنو ورسالتي لناس الجيش المؤسسة العسكرية دي يجب ان تظل مؤسسة محايدة في المعادلة السياسية يجب ان تظل مؤسسة محايدة نحن وقت قاعدنا نتكلم عن وجودها وجودها لانه نحن عارفين انه فترة انتغالية دي هما المؤسسة العسكرية دي هي السبب في التغيير كانت جزء اساسي في التغيير وحفظت دماء الناس كلامنا نحن عارفينه بنغدره لحد هنا لكن اي سياسية تطاول على المؤسسة دي اقطعوا راسه اقطعوا يده وهس الزلد همش يحتغلوا اذا انتو بتسمحوا لابراهيم الشيخ يقول الكلام ده معناته اي زول بكرة يعمل انقلاب بكراوي ده مشو في الكو ماسكين بكراوي لجنو انتو بتحزبوا بكراوي لجنو بتحزبوا عبد المنطلب ده بتعالق ما بعرف قايدة عامل قوات الجيش بتحزبون على انقلاب ماذا؟ 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 ده متحريد على انقلاب برهان ده؟ جاء ماذا؟ جاء ماذا؟ جاء انتو ما دار تمشي؟ دار برهان يمشي؟ ليه؟ انا احنا برهان عاجبنا يا قحاتي يا ملعون برهان عاجبنا حماتي عاجبنا تقول لي واي؟ بقول لك واي؟ لا اسأل ابراهيم الشيخ انا بقول لك والله برهان ده معناه حسن سمي حماتي حسن سمي زعلان؟ اسأل برهان اسأل ابراهيم الشيخ والله انا ما كنت بعرف ذاتي في زول في الجيش اسمه برهان ما بعرفه والله يمكن شخصي كده يمكن كشكلي بعرفه لكن وعزة الله انا ما بعرف في زول في الجيش اسمه عبدالفتاح البرهان